صدر موضوع الشباب خلال الأعوام القليلة الماضية اهتمام حكومات عربية عديدة وأصبح ملفاً ساخناً على طاولة المسؤولين بعد أن تحول المنظور العام للشباب من سياق اللامبالات وعدم الاكتراث بالشؤون العامة إلى وصفهم بقوة التغيير والتحريك الفاعلة في الشارع العربي بموازاة هذا الاهتمام الرسمي العربي الذي أخذ صوراً متباينة متنوعة عقدت المؤتمرات وكتبت الأبحاث عن الشباب بوصفهم شريحة اجتماعية ذات خصائص معينة حتى أخذ موضوع الشباب استقلالية على صعيد الاهتمام الأكاديمي والبحثي والسياسي بصورة عامة في اسطنبول انطلقت فعاليات مؤتمر شباب التغيير للحديث عن حراك الشعوب في بلدان الربيع العربي بعد أكثر من عقد على انطلاقتها وشارك في المؤتمر شخصيات سياسية ثورية وهيئات ومنظمات عربية للحديث عن مسيرة الثورات العربية والعقابات التي واجهتها ومآلات التغيير بالإضافة إلى التفاعلات الدولية والداخلية وقدرة الشباب العربي على كسر حواجز الخوف والوعي الشعبي بأبعاد الثورات وشارك في مؤتمر شباب التغيير الذي حمل عنوان عقد من النضال وخطوة للمستقبل مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري الذي أكد على أن ثورة تشرين تعبر عن فكر ثوري عربي وأن النظام السياسي في العراق صمم من أجل استئصال مكونات مجتمعية بعينها وأن البلاد العربية تعاني من الاحتلال الأمريكي والروسي والإيراني إضافة إلى الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عقود لفلسطين العراق دخل ثورات الربيع العربي في موجتها الثانية في عام 2012 في 25 شباط كان هناك ثورة في 14 محافظة عراقية ثم قمعت بالحديد والنار ولكن لم يسمع عنها بسبب انشغال العالم بالثورات في البلدان الأخرى ثم عادت هذه الثورة في عام 2013 واستمرت لمدة سنة كاملة في انتفاضة المحافظات الست ثم ثورات بعد وانتفاضات في محافظات مختلفة وأخيرا قبل سنتين انتفاضة تشرين التي تعبر عن فكر ثوري عربي المرحلة القادمة أمام جيل جديد من الشباب آخذ في التنامي والتطور يشعر بالقلق تجاه مستقبله ولذيه استراتيجيات وتكتيكات وخطاب ولغة مختلفة نحو التغيير والخروج من قفص الخوف والرعب من الاشتباك مع الواقع السياسي ترجمة نانسي قنقر